وصلت 40 شاحنة تحمل مواد إغاثية أمس الخميس إلى مدينة دير الزور بعد أن كسرت القوات الحكومية السورية حصار تنظيم داعش على المدينة منذ ثلاث سنوات وصلت شاحنات مواد الإغاثة صباح يوم الخميس مخيم القوات الحكومية السورية في جنوب غربي مدينة دير الزور حيث تم إيصال مواد إغاثة مجموعها ألف طم من بينها الأغزية والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الكتب والأدوات المكتبية قبل ذلك أرسلت وزارة الصحة السورية تسعة أطنان من المستلزمات الطبية إلى دير الزور وعدة مركبات طبية لنقل المصابين خلال هذه السنوات الثلاث حصر نحو سلاسة وتسعين ألف مدني في المدينة وكانوا يعيشون في ظروف قصية معتمدين على الإمدادات التي تقدمها الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة المعنية عبر الإنزال الجوي ودخلت القوات الحكومية السورية مدينة دير الزور في يوم الجمعة الماضي ومازالت تتواصل عملياتها العسكرية لمكافحة مسلح التنظيم المتطرف